معانا الكابتن الكبير جدا خالق جدال نجم النادي الاهلي طبعا والحقيقة تحليل اكتر من رائع بنسمعه كلام مختلف من وجهة نظره لما دايما بيشرفنا هنا وينورنا في البيت الكبير اهلا بيك يا سيان واهلا بيك يا كابتن هنا كابتن من نورنا دايما سعادة بوجودك معانا دايما ربنا خليك كابتن ببسعيد لما يكون موقع معاكم الله خليك نورنا كابتن الله خليك كابتن قولنا شفت المبارات مصر الاهلي والمريك ازاي وخاصة يعني بصراحة احنا بنتكلم دايما هنا في قناة النادي الاهلي بكل صراحة كنا منتظرين اداء افضل كنا منتظرين نتيجة افضل بناء على المباراة العظيمة اللي عملها النادي الاهلي امام فيتا كلاب وكسبنا 3-0 والحالة البدنية والحالة الفنية اللي كانت قبل المباراة شفت المباراة دي ازاي كابتن اه والله انا شفتها اه نمرة واحد كان عندنا هدف ان احنا باذن الله نروح لدور التمان التقاهل لدور التمانية ولكن كنا بنأمل وبنطمع ان احنا ناخد مركز الاول يعني نكسب سيمبا لما يجينا هنا في مباراة الاخيرة ونبقى في الترتيب الاولياني ولكن انا عايز اقول حاجة الحتة دي بالنسبة لي انا عشان انا اتفرجت على كل فرق يعني بالنسبة تراجي وداد سانداونز السيمبا مش فرقة كثير يعني اول مجموعة من تاني مجموعة مش فرقة خالص 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 في عدد النقاط من حيث عدد النقاط كبتهم ولا من ناحية المستويات الادات اللي احنا هنقابلها يعني احنا هنقابل اول مجموعة ايا كانت سانداونز اول وداد ترجي اول وداد طبعا احسانهم واقواهم سانداونز ده نمرة واحد ترجي والوداد يعني نقول احنا لو في حالتنا ولعبتنا في مستواهم مش هيبع عندنا اي مشكلة مش مع اي فرق ولكن هي المشكلة هتبع عندنا احنا لو احنا فقدنا اللعيبة فقدة تركيزها والدنيا مش متزبطة زي ماتش المريخ جدا بالزبط كده بالنسبة للماتش المريخ طبعا العرض غير مخنى واكيد انت تفرجت يا كابتن هاني يعني احنا مش مبسوطين ولكن مش عايزين نقصوا على لعبتنا لان هي كورة القدم بيحصل فيها تفاوت في المستويات او بيحصل ساعات دروب ويمكن فترة المنتخب ولعيبة في المنتخب ولعيبة في النادي وبعدين لعبة المنتخب بترجع الكلام ده هم بيعمل عدم تركيز شوية يعني الناس بتبقى اللي بيفكر كم في المنتخب اللي بيفكر اللي لعب ما لعبش اللي في النادي يعني الدنيا بتبقى فترة قليلة والأيام فترة قليلة بالزبط ما بتبقاش متزبطة قوي عشان كده كان التحضير النفسي يعني اي مباراة اي فرق بتلعبها اول حاجة التحضير النفسي قبل الماتش واضح ان التحضير النفسي طبعا اكيد من قبل الجهاز الفني قاموا بدورهم على اكمال وقت لان اي جهاز فني بيعمل كل حاجة صح عشان ينجح ولكن الباقي بيجي على اللعيب هل هم حضروا نفسهم نفسيا بشكل كويس من ناحية التركيز ومن ناحية التفكير في المكسب ومن ناحية عدم الاستهانة بمستوى فريل مريخ فريل مريخ كان الاخير في المجموعة يمكن يعني كل الناس كانت متوقعا من نادل اهل حاجة في نفس الوقت فيه ظروف خارجية برضو في اي ماتش فيه مؤثرات خارجية بتبقى موجودة زي الحكم زي ارضية الملعب زي الجو من ناحية الرياح ومن ناحية الحرارة الماتش يوميا كان فيه الهواء كان بشكل كبير جدا ويمكن لعبنا ضد الهواء في الشرط الاولاني وده يمكن اثر علينا بشكل كبير جدا التهاوم برضو وعدم احترام فرقة المريخ بالشكل المناسب من قبل اللعيبة مش الجهاز لان فيه نقاط هنتكلم عليها الجهاز ممكن ندخله فيها شوية بعدم التوفيق هو عدم توفيق يعني في كل مباراة هتلاقي بيبقى فيه توفيق من ناحية اللعيبة ومن ناحية الجهاز في القرارات الفنية سواء اللعيبة جوة الملعب اللي بتاخدها او من ناحية ومن الجهاز وهو بيتفرج من بره لما بتبقى سليمة بتلاقي الأمور كلها ماشية مضبوط ساعات مع كل مدين فنين على مستوى العالم بيحصل ان ممكن قرار فني يبقى غلط رؤية بتبقى غلط وده يعني مقبول تاني حاجة زي ما قلت التحضير الفني بالنسبة للماتش التحضير الفني سواء بقى ده الجهاز الفني مسؤول عنه الجهاز الفني من ناحية خطة اللعب وطريقة اللعب تمام انا شايف ان مسماني في الماتش ده انا عشان نشوف بس القصور كان عندي مين بالزبط مسماني في الماتش ده اللعب بنفس طريقة اللعب اللعبنا بها قدام فيتا كلوب بنفس اللعب ونفس اللعب نفس التشكيل نفس التشكيل ونفس طريقة اللعب وحتلاقي نفس الكلام في المحاضرة نفس الواجبات سواء كانت دفاعية أو هجومية بالنسبة للعيبة اللي قدمنا بيها عرض قوي جدا ونتيجة كبيرة جدا قدام فيتا كلاب بر كسبنا تتصل طب لما تبقى كل حاجة زي ما هي وليجي نلعب قدام المريخ عشان كده حضرتك أسناد الإخفاق للعيبة مش للجهاز الفني لا بنسبة أكبر طبعا للعيبة لأنه إحنا تحضير اللعيب للمباراة نفسها بالضبط لا والجهاز الفني إحنا لعبنا مع فيتا كلاب برا كسبنا تتصفر وعملنا عرض رائع لعب بنفس طريقة اللعب أخذ من كلامك قبل ما تكمل في بعض الناس وأنا هنقل لك وجهات نظر مختلفة بيقول لك أصل الضغط كان هلعب أو الجهاز الفني قبل مباراة فيتا كلاب كان أكبر كان أنت مطالب إنك تكسب عشان ترجع تاني هل لما الدغوط بتقل شوية ده بيوصل للعيبة إن المباراة بتبقى أسهل شوية أو طالما الدغوط مش كبيرة أو يعني اللعب مش مزنوع بمعنى بلغة الكرة كده فممكن الأداء ما يكونش كويس هل حضرتك مع الجزئية ديت؟ لا أنا معاه لأن هي دي المنتاليتي بتاع اللعيب المصري اللعيب المصري كل لما يبقى تحت ضغط نسبة تركيزه بتبقى عالي وده الكلام دوا اللي عايزين نتفادية في الماتشات اللي جاية لأن الماتشات اللي جاية نوكاوت يعني برا حتطلع لو خسرت ماتش هو ماتش بالضبط يعني هتطلع برا البطولة فمش ما فيش ماتش هيستحمل ولا قلة نسبة تركيز ولا إهضار فرص ولا عدم توفيق ولا عدم جال صحيح لا يعني المرحلة اللي جاية غير اللي فاتت في دور المجموعات ممكن تعاون ولكن بدءا من دور التمانية لا كل ماتش لازم يتاخد بماتشو ولازم نسبة تركيز العايب تبقى على مستوى عادي ترجمة نانسي قنقر